أبو إبراهيم يسأل عن الأفضلية بين العشر ذي الحجة أو عشر رمضان أخوي الفاضل بارك الله فيك بالنسبة للتفاضل بين عشر ذي الحجة و عشر رمضان محل خلاف بين أهل العلم و فيها ثلاثة أقوال القول الأول ذهب إلى أن عشر ذي الحجة أفضل من العشر الأخير من رمضان و يستدلون بحديث ابن عباس الذي ذكرته قبل قليل و كذلك أحاديث أخرى تشير إلى أن أفضل الأيام عند الله هي هذه الأيام العشر و ما من أيامنا العمل الصالح في أن أحب إلى الله من هذه العشر و أيضا ما ورد عن النبي عليه الصلاة و السلام أفضل أيام الدنيا عند الله و ذكر عشر ذي الحجة صلى الله عليه وسلم و أيضا أيام التشريق و أيام يوم العيد و أيام التشريق القول الثاني ذهب إلى أن أفضل الأيام عند الله هي العشر الليالي من رمضان العشر الليالي الأخيرة من رمضان لاجتمالها على ليلة القدر و لما خصها الله جل وعلا من هذا الفضل حينما استودعها هذه الليلة و كذلك ما كان النبي عليه الصلاة و السلام يصنع من اعتكاف العشر الأخير من رمضان توسط فريق من أهل العلم فذهبوا إلى أن ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة و أيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأخير من رمضان فجعلوا الأفضلية عائدة إلى الليل و النهار فليالي رمضان أفضل من ليالي ذي الحجة و نهار ذي الحجة العشر أفضل من نهار عشر رمضان و وفقوا بين القولين ترجمة نانسي قنقر